ننتقل هذه المرة إلى الزميل عوض الغنام ويطلعنا على تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملاتها في جلسة اليوم مرحبا بك عوض كيف كان أداء المؤشرات الرئيسية في بورصة اليوم وأبرز تحركات الأسهم في جملة واحدة زميلتي دينا كان أكثر من رائع لكن دعيني أفصل لك لماذا أداء البورصة اليوم كان جيدا في مثل هذا التوقيت بالأمس كنا نتابع ومعنا الجماهير متابعة لشاشة إكسترانيوز المشاريع القومية الذي كان يكون بفتحة وتتشينها بالأمس رئيس عفتاح السيسي مع كل مشروع من تلك المشاريع القومية كانت تنعكس في اليوم التالي على أداء البورصة المصرية لماذا؟ لأن أداء البورصة المصرية مرتبط بطبيعة هذه المشروعات القومية لأنها تزيد من ثقة الشركات العملاقة والكبرى والمستثمرين المصريين وكذلك من المستثمرين الأجانب وبالتالي حجم التدول اليوم دينا كان كبيرا للغاية كل المؤشرات بلا استثناء شهدت ارتفاعا ملحوظا ومن المهم هنا التفسير ذلك بشكل علمي حجم هذا التداول وقمته وكذلك ما هي طبيعة هذه المؤشرات اسمحيني أن أسأل أواطرح كل هذه الأسئلة على أستاذة حنان رمسيز ضفتي الآن على الهواء هي خبيرة بالأسواق المالية تحياتنا حديك أولا أستاذ حنان قبل الهواء حديك بتقولي لي مع كل مشروع كبير كان الرئيس بيفتتحه من مشاريعنا القومية كان بينعاكس ذلك إجابا على أداء البورصة المصرية وسوق المال نريد أن نشرح للمشاهد المصري بشكل مبسط لماذا يتم ذلك؟ لماذا هذا الإنعكاس الإيجابي؟ طبعا بينعاكس إيجابيا في زيادة معادلات وقيم التداول فنحن عندنا مثلا السيلة النهاردة أكثر من مليار ومئتين مليون فيه النهاردة الأجانب عملوا مراكز شرائية جيدة المتعامل المصريين ضخوا السيولة جيدة في العديد من الأسهم مش هيبقى أقول أن السيولة متكتلة في مؤشر واحد لا متوزع على المؤشرات بالكامل المؤشر السبعين كان في الفترة اللي فاتت عامل أداء جيد جدا يبتد مؤشر تلاتين يستعيد تاني رونقه مرة أخرى بالأسهم القيادية الموجودة فيه وده زي ما حداك بتقول الثقة في الاقتصاد المصري والثقة في المشاريع القومية اللي بتتفتح ده معناه عودة الاقتصاد إلى وضعه الجيد مرة أخرى اللي هو دايماً إحنا متعهدين في كل مشروع قومي بتفتح فيه زي ما حداك قلت ارتفاع في كافة المؤشرات ويدخل السيولة أجنبية في البورصة المصرية هل من ضمن مؤشرات البورصة هناك أسهم معينة تدري حضرتك من خلال تكونك خبيرة تقول إن إحنا مشيين في الاتجاه الصح؟ طبعاً فيه قطاعات وعيدة جداً عندنا قطاع القطن والمنسوجات القطنية يبدأ يبقى فيه استثمارات عربية مباشرة يبدأ للأسهم المقايدة جوه هذا القطاع ترتفع ارتفاعات قياسية عندنا قطاع زي الشحن والتفريغ بعد عودة الاقتصاديات مرة أخرى وبعد الفتح الشامل للعديد من الدول يبدأ يرتفع هذا القطاع ويبدأ أسهمه تعمل تفرات سعرية جيدة فيه استثمارات أجنبية عديدة فيه عندنا مثلاً قطاع المواد الأساسية ممكن يكون أداءه في الخارج يعني نوعاً ما فيه بطو ولكن في البورصة بسدداني أسعاره فبيعمل ارتفاعات متولية فيه تركيز من قطاع المقاولات يفن المعمار على الأعتبر أن عندنا مدن جديدة العاصمة الإدارية ده وضعه أي بالنسبة لك؟ لا ده من القطاعات الوعيدة القائدة فيه إضاءة في البورصة لأن احنا بنقسم القطاعات لقطاعات نشطة وقطاعات تحقق ربحية أنا أكلمتك عن اللي بتحقق ربحية أما النشطة فهي الخدمات المالية باستثناء البنوك وقطاع العقارات اللي بيستحوزوا على سلثي التدولات في البورصة اليومية سؤال الأخير حجم الاستثمار بقى الأجنبي عايزونا نطمن ومفرح الناس بالنسبة لحجم الاستثمارات أو القطاعات الجاذبة للإستثمار الأجنبي والعربي طبعاً بيبن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية من خلال حجم مساهمة المستثمار الأجنب في الأداء اليومي احنا بنقيس أداء من هو بيوصل لغاية تقريباً 11% من قيمة التدولات وده في بسبب ضخ الاستثمارات جيدة الاستثمار بقى ككلهم مهتمين بأدوات الدين ومهتمين ببعض الشؤون الأخرى اللي هي المشاريع المباشر الاستثمار المباشر الاستثمار بتاع البورصة لسه بياخد معهم وقت الغاية ما يبتدوا ان هم يضخوا سيرة مرة أخرى لأنه كان فيه تقارير بتتكلم ان هو يعني تقفيد مراكز في الأسواق الناشئة اللي مصر بإذن الله تستسنى من هذا التقفيد في التدولات هو هتزيد التدولات الفترة الجاية بضعم من الخطة الجيدة الرشيدة للدولة في العودة الأنشطها بالكامل إلى يعني مصرها الجيد كل شكر لحدك أشكرك جداً دينا يبقى نشير فعلاً إلى قطاع مهم أشارة يلينا أستاذ حنرامسيس وهو قطاع القطن وفيه عكفة الدولة والحكومة في أشهور الأخيرة على وضع استراتيجية مهم للغاية في هذا القطاع ممن عكس اليوم إيجاباً على أداء البورصة المصرية هذا هو ملخص المشهد اليوم مع ختام التدول في أداء سوق المال المصري أو الأحرى البورصة المصرية عودة ركزة ملاتي دينا زهر شكراً جزيلاً عودة الغنام مراسلنا في البورصة المصرية وشكراً جزيلاً لضيفاتك الكريمة أيضاً